بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن أحكام الحيض وما يتعلق بذلك كيف تعتد الحائض؟ الحائض إما أن تكون مبتدئة وهي التي ترى الحيض لأول مرة سواء كانت صغيرة أم كبيرة لم تحض من قبل أو الحالة الثانية أن تكون الحائض لها عادة أو معتادة أولا المبتدئة كيف تعتد المبتدئة من الحيض؟ هناك حالتان الحالة الأولى هي أن ترى الدم ويستمر معها إلى أقل من 15 يوم يعني إلى 15 يوم فأقل وهو أكثر الحيض والحالة الثانية بالنسبة للمبتدئة أن يستمر الدم حتى يعبر أكثر من 15 يوم فأما الحالة الأولى إذا رأت الدم وكان هذا الدم من يوم وليلة إلى 15 يوما فإنها تجلس أي تدع الصلاة وتدع الصيام وكل شيء لا يفعل حال الحيض وذلك يوم وليلة ثم بعد اليوم والليلة تغتسل وتصلي وإن كان الدم نازلا هذا على رأي المذهب أو على ما ذهب إليه المذهب الحنبلي بعد يوم وليلة تغتسل وإن نزل الدم أيضا فإنها تصلي وتصوم وتفعل ما كان لا يباح لها بالحيض ثم تنتظر على هذه الحال فإن انقطع لأكثر الحيض يعني 15 يوم فما دون هذه هي الحالة اللي يكون الأولى فإنها عند انقطاعه مثلا لو انقطع بعد 7 أيام أو بعد 8 أيام أو بعد 9 أيام أو بعد 10 أيام فإنها عند انقطاعه تغتسل وجوبا يجب عليها أن تغتسل لماذا؟ قالوا لأن أقل الحيض هو المتيقن وما زاد مشكوكم فيه فيجب أن تغتسل لأقل الحيض ثم إذا رأت الدم بعد استمرت وهي ترى الدم يومين 3 أيام إلى 7 أيام ثم انقطع وجب عليها إذا كان 15 يوم فأقل وجب عليها على سبيل الوجوب إذا انقطع أن تغتسل مرة أخرى قالوا الاحتمال قالوا الاحتمال أن يكون الزائد على سبيل الاحتمال أن يكون الزائد عن اليوم والليلة دم حيض طيب ماذا تفعل في هذه الأيام اللي هي مثلا قلنا يوم وليلة ثم اقتسلت ثم انقطع بعد 7 أيام فماذا تفعل في هذه الأيام ما بين اليوم والليلة إلى اليوم السابع الذي انقطع فيه وقلنا يجب عليها أن تغتسل وقلنا أنها تصلي وتصوم وتفعل كل ما هو مباح لها بعد اليوم والليلة طيب الصلاة إذا صلت ثم تبين أن حيضها سبع أيام أو ثماني أيام ماذا تفعل في هذه الأيام التي كانت تصلي وتصوم وعليها دم الحيض قالوا الصلاة لا تقضيها لأن الحيض لا يجب عليها قضاء الصلاة وإنما فعلتها من باب الاحتياط الصوم قالوا إذا كانت صامت وهي حائض فإنها حينئذ تقضي هذه الأيام لأنها فعلته وهي حائض وكان ذلك من باب الاحتياط صامت من باب الاحتياط هذا هو المذهب والحقيقة أن ابن عثمي رحمه الله قال إنها إذا رأت الدم فإنها تكون حائضا حتى ينقطع دمها فلا تصلي ولا تصوم ولا ما لم يعبر أكثر الخمسة عشر يوما يعني ما لم يكن دم فساد أو دم استحاضة طيب إذن هذا هو المذهب في هذه الحالة إذا رأت الدم فإنه يوم وليلة يكون أقل الحيض فبعد يوم وليلة تقتسل وتفعل ما هو محرم عليها بالحيض تفعله كالصلاة والصوم وإن كان الدم ينزل عليها فإن طهرت من هذا الدم بعد سبع أيام وثمان أيام أحدثت اقتسالا فإن تكرر ذلك ثلاث مرات فهو حيضتها ثم قالوا أعادوا وقالوا الصلاة اللي فعلتها من بعد يوم وليلة إلى سبع أيام هذه طبعا الصلاة غير هي باطلة لأنها فعلتها في وقت الحيض ولكنه لا يجب على القضاء والصوم يجب أن تقضيه لأنها فعلته وهي حيض فإذا تكرر هذا الحيض فيكون عدة لها إذا تكرر سبع أيام معها في الشهر الأول في الشهر الثاني في الشهر الثالث أصبح عادة لها الأمر الثاني إذا عبر أكثر الحيض يعني إذا تجاوز أكثر الحيض اللي هو يذكرون الفقهة أنه خمسة عشر يوما هذا ما سنتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر